السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحدا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدين على قناتنا قناة التربية وتسمين الأغناء من ألف الألياء النهاردة مضوع حلقتنا النهاردة عن التهاب الضرع بعد الولادة في الماعز والأغناء دي معانا حالة من حالات التهاب الضرع بعد الولادة الماعزة دي والدة من حوالي يومين بالزبط والدة من يومين حالة التهاب الضرع بتاعها شكله ايه ده هنعرفه مع بعض في الفيديو وهنعرف طريقة العلاج العلاج المستخدم وفي نهاية الفيديو هوريك المعزة بعد ثلاث ايام من العلاج والضرع بقى شكله ايه كل ده في الفيديو معانا النهاردة اول حاجة لازم تشوف شكل الضرع اي شكل الالتهاب ده معانا عامل ازاي شوف الضرع كيس اللبن اختفى يعتبر الضرع كله اصبح كتلة لحمية من فوق ده كله لحم كيس اللبن شبه بيختفي شوف باصبح فين في الطرف فقط لا غير في طرف الحلمة ولو سبته الحلمة كلها هتبقى لحمة بالكامل ومش هيبقى فيه كيس لبن كل اللي من فوق ده محجر ناشف بس طبعا اللبن طبيعي الحليب طبيعي مفيش فيه اي تغيير وانشوف دلوقتي شكل اللبن اهم حاجة يكون طبيعي ده لبن طبيعي ابيض خالي من الروايح خالي من الالوان الغريبة لبن طبيعي مية في المية دي عشان الحالة دي عبارة عن ورم فقط لا غير لكن بدون اي تأسر بالغدد اللبنية يعني بدون اي تأثير على لون اللبن او ريحة اللبن لبن طبيعي مية في المية خالي من التكتلات خالي من الالوان والروايح طبعا المعزة فيها جنب واحد اللي هو تعبان الجنب التاني ما شاء الله عليه كويس مفيش منه اي مشكلة هتشوف طبعا العلاج اللي استخدمناه دلوقتي مع بعض ودي طبعا ردوية اللي استخدمناها اول حاجة مرهم الضرع او مرهم اليود الدهان بتدن منه الضرع بالكامل ثلاثة ايام وربعض زائد النروسيلين او البنسيل نروسيلين طبعا اللي هو بنسيلين او أمبسيلين حقن عضل واحد سنطي لكل عشرة كيلو ثلاثة ايام وربعض والديكلو اللي هو ديكلو في ناكسوديوم واحد سنطي لكل خمسشار كيلو عضل يومين وربعض ودلوقتي هنشوف النتيجة بتاعة العلاج ده بعد ما تمت ثلاثة ايام وربعض من العلاج ده هنشوف النتيجة دلوقتي مع بعض ودي النتيجة بعد بعد ثلاثة ايام من العلاج اللي ذكرنا لاحظ معايا ارجع لأول الفيديو شوف شكل الضرع كان عامل ازاي وشوف دلوقتي بعد العلاج بتلاثة ايام الضرع عامل ازاي شوف زي ما تشايف كسي اللبن اهو اصبح الضرع طري كسي اللبن واضح من الملمس اهو كيس اللبن الورن رفع لفوق اتضرع الكتلة اللحمية بتاعت الغدة اللبنية رجع لما كانها لفوق الكيس اللبن كبير اهو هو لسه فيه شوية تلتاب تاني بس يوم تاني وهيختف ان شاء الله ويطلع لفوق الحالة ما الكيس اللبن رجع طبيعي الملمس الطري تمام التمام كده رجعت لحالتها الطبيعية 100% كان الاول ما يتجاوزش التلاتة سنطين حاليا ما شاء الله هو كيس اللبن ما شاء الله زي ما انت شايف انا مسكه رجع للملمس الطبيعي 100% واللبن بتاعه طبيعي كمان 100% الحمد لله فزي ما قلنا فيديوهاتنا كلها فيديوهات عملية الحمد لله مش كلام نظري على ورق وبس في النها طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته